اشتركوا في القناة في الثمين عاليا قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات والعمل على حماية حقوق الصيادين البحرينيين مشهيدين في الوقت ذاته بدعم الوزراء المعنية وعلى الأخص وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية من خلال دعم الصيادين والعمل على حل مشكلاتهم جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الجمعيات المشاركة في ختام ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين والتي عقدت بمقر جمعية الصيادين المحترفين بالمحرق اليوم بحضور عدد من النواب وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وجمع غفير من البحارة وأسرة البحارة البحرينية المعتقل في قطر حبيب عباس وأعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الأخيرة على أوضاعهم بما يسمح لهم بممارسة مهنتهم دون التعرض للإجراءات الاستفزازية من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية ومنها احتجاز زوارق البحارة وتوقيفهم وزج بهم في السجون القطرية والتعامل معهم بشكل مهين الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر رزقهم مشددين على أن الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين يجب أن تتوقف بشكل فوري دعين في الوقت ذاته إلى الإفراج عن البحار حبيب عباس إن الممارسات التي تقوم بها الدوريات القطرية ضد البحارة البحرينيين تشكل تشكل إخلالا بالقيم والمبادئ الأخلاقية وانتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية وتضيط الهناق على الصياريين البحرينيين وتعرض حياتهم للخطر كما تحتجز قواربهم وبوانيشهم لفترات طويلة بطرق غير قانونية نحن في جمعية الصحفيين البحرينية نعبر عن كامل تضامننا مع أهلنا الأعزاء بحارة البحرين فيما أصابهم من انتهاكات وتجاوزات قصرية لم تراعي أبسط الحقوق الإنسانية أوجه رسالتي للسلطة القطرية بحيث أنها تزيل جميع الأسباب السياسية التي على ضوءها للأسف الشديد اتخذت هذه الإجراءات التي ضيغت على أخواننا السادة البحارة وكذلك التضييق على أرزاقهم ترجمة نانسي قنقر